ما فيش شكل الثورة المصرية زي ما فتحت المجال والأفق للتفكير والتخيل والإبداع في مجالات كتيرة جداً وطرح التساؤلات كتيرة كمان حطت الصورة في قلب زاكرة الناس وزاكرة الثورة المثال البسيط الذي يمكن أن نرى أهمية الصورة في صناعة الزاكرة هو الذي يحدث في تعاطب الحكومات المختلفة وتأثير الوضع السياسي على تكوين الصورة عند الناس تكوين الصورة الرسمية التي يصدرها النظام للناس وما الفهوم من الصورة التي يريد أن نظام الناس ترى بها الواقع فالنظام يطرح على الناس الطريقة التي يرى بها الصورة بالوجهة النظر والزاوية التي يظهر بها للصورة ونوعية الصورة أعتقد أن النهاردة يشرفنا بالحضور الأستاذ ياسا يلوان المثورة في كتغرافي الكبير والمحاضر في الجامعة الأمريكية وأعتقد أنه سيساعدنا في الندوة النهاردة أننا نعرف أكثر عن الصورة والأدوات التي نحتاجين أن نبتلكها أو نأخذ فكرة عنها عشان نقدر نبولها في الصورة ونقص لحدود الواقع في الصورة وحدود ما وراء الذي تنقله الصورة بشكل مباشر متأسف على الإطارة وحسب التنوات المجال سأبدأ الكلام كله سيبقى عن الالتقاء بينه كيف نرى الصورة الفوتوغرافية وأنا رأي أن هناك تداخل بين الاثنين بشكل مخيف من حوالي مئة سنة وأنا أرجع أقول من مئة سنة وكذا بعد شوية سأتكلم في ثلاث فقرات أول فقرة سأتكلم بس مفاتيح عن أنواع الصور المختلفة دعنا نبدأ بداع بعدين سأتكلم عن تاريخ التصوير في مصر بشكل سريع وبعدين شوية عن جزء من تصوير أنا اخترت سبع صور كلها لها علاقة بحرب فييتنام والاختيار دا كان عشان الأحداث التي تحصل في مصر من بداية السور أو حتى من أم السور والوقت دا كان مهم جدا عمل نقلة في التصوير الفوتوغرافي في نص الستينات دا كانت أول مرة وسائل الإعلام أبتلت تعرف تنشر صور عالميا في وقت وليل جدا لسه ما كانش فيه حاجة اسمها بس حي بس دا كان على سنة 75 نهاية حرب فييتنام كان فيه حاجة اسمها بس حي قبل كده ما كانش فيه التلفزيون ابتدى بإتباع كسرعة في سنة 64 في الولايات المتحدة بكيلة فالفترة دي كانت نقلة في التصوير الفوتوغرافي بشكل عام فهي تشابهات كتير من بيته اللي حصل في فييتنام ولي يحصل في مصر طبعا فرق المستوى الصورة دي بشكلها واضح اتصورت 1 فبراير 68 والراجل اللي ماسك المسدس شبه كده محمد إبراهيم هو الرئيس جهاز للشرطة أعلى شرطي جنرار أعلى شرطي في فييتنام الجنوية المصور اللي صور السور دي اسمه أدي آدمس بقى مشكور بقى خياته عشان السور دي هو صور لمدة 40 سنة كمصور صحفي بس كل الناس فيكريه عشان السور دي وهو كان بيشتغل في أسوسييتد براس أعلى بكرة الباق الأمريكية والصورة شكلها واضح هذا الجنرار حيقتل هذا الراجل أدي آدم صور ثلاث صورة احنا عندنا الصور اللي في النص او عندنا الثلاثة بس الصور دي هي اللي اشتهرت اشتهرت بمعنى خلال 24 ساعة عشرات الملايين شافوها في الولايات المتحدة المكيه لسه ما كانش فيه وسائل الإعلام منطورة فالتلفزيون كان ببس صور فوتورافية في الزمن ده فالصورة دي اتناعلت عبر قرامات التلفزيون الأمريكية وفي خلال 48 ساعة اثناء اللي في الولايات المتحدة فعشرات الملايين شافوها فعلا وفيه صورة أمن السورة وفيه صورة بعد السورة دي وفيه صورة بعد السورة دي من الراجل على الأرض والمشهد ده كله تصور فيديو كمان والغريب ان الفيديو ليش مشهورة الصورة دي هي المشهورة وهي لخطة الجنرال اليوم بيعتل الراجل فلما نشوف صورة صحفية لازم نتسائل ايه اللي حصل عشان ننصر الوقت بالوضع ده يعني بحال نعرف ايه اللي حصل بالصورة شكلها بشعة وهي صورة بشعة وبعد التصوير الجنرال ده بقى شخص ممبوظ تماما حياته بقت جوهنة الولايات المتحدة رغم انه في اتنام الجنوبية متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية الامريكيين رفضوا يدخلوا الراجل ده هو دخل كده بالتحايل الى الولايات المتحدة الأمريكية ومت يشتغل في محل بيتزا في فيرجينيا تمانية وتسوين من زمان قبل وفاته بعشر سنين قبل وفاته بخمسة عشر سنة ادي ادامس اعتذر علىنا بما سببت له هذه الصورة بمتاعب وسمعة سيئة في حياته كلها ماعرفش عمره الجنرال يتخلص من اللي حصل في اللحظة بس احنا في حرب يعني في كل لحظة في اليوم فيه ناس بتمتل بعض بشكل عبسي بس الصورة تسجلت وشكل شعلها واضحة وصريحة طيب تعرفوا اللي حصل تعرفوا وجهة نظر المصور بالنسبة للحظ هل المصور بيقول وجهة نظر في الصورة أنا سمعت تفسيرات كتير من الناس كتير فيه ناس بتقول لي اه المصور عشان مصور المشهة من المدام وحنا بتشوف التشوّق بتاع وجهة راجع فالمصور ضد الحرب أنا مش مقتنع بالتفسير هو مصور صحفي هو مش موجود عشان يديرك هو موجود عشان يصور حجس المشكلة في التصوير الصحفي لأنه هذا الحنس وأنا سميته شباك لدينا شباك تفتح لنا لدينا ساكنين هنا وساكنين في الولايات المتحدة الملكية لدينا شباك تفتح لنا لكننا لا نعرف سياطة هذا الشباك ليس مثل شباك بيتك بيتك تتفرج بين الشباك والأحداث تتحرك حتى لو عندك نمرة فهو الشكل النور يتغير السورة دي سبتة لا تتغير فلازم لما نتفرج على سورة صحفية لازم نتساعد ما حصل قبل السورة دي ما صياق المختوب للسورة دي عشان نستوع بالسورة هل معنى سورة منتغير بالنسبة لكم وانا قلت لكم ان حوالي 10 دقائق قبل الحدث ده الراجل اللي حيموت اتل ثلاثة هو اتل ثلاثة ولهذا السبب الجرال تطمر تصرف بشكل باشاء واتل رجل فعلا مجازا يشوف الصورة الصحفية كشباك بس مش شباك بيتك البنية التحتية اللي تتحط حوالي الصورة الفوتوغرافية لانه محدش يقدر ينفي فالسياط اللي تتحط حوالي الصورة الصحفية هو ده اللي يديكوز الكبور للاعلم لانه الاعلم ممكن يروي اي رماية تعجبوا فخلي الفكرة ده ده صورة دانية برضو في حرفية اثنان برضو خليوا باركم من التاريخ تمانية يونيو اثنين وسبعين البنت اللي يفنوس لا كزال عيشة عندها تفلين في صور لها المصور اللي صور الصورة دي بقى عنده علاقة بالبنت وفضلي صورها اوك لو بحثتوا على هناك هتلاقي صور لكل فوق للمانا اوك البنت عريانة ليه؟ ابنت عريانة احنا من العرفش تبعاً ان الصورة ما بتنتقش احنا ممكن انحنا تخيل ده العنوان اللي تحت ده العنوان الاصلي اللي كانت تحت بما الصورة دو شارت في الكرانيين الامريكية برضو الصورة دي شافت من الخلال عشرات الملايين البشر شافوا الصورة السياق ده يوصل لنا من خلال رواية الجورنال السياق هو ان في مجموعة من المدنيين حربانين من قرية اسمها ترانج بانيو في طائرات جاية تقصف على القرية ويقال ان الطيورين افتكروا ان هم ارهابيين هم عدو فهم قصفوا عليهم قصفوا مش قملة بوم قملة فيها ناقال فالمادة دي بتحرق اي حاجة فالبنت نزل عليها على الجنب ده وعلى ظهراها كله المادة دي فالمادة دي بتحرق بشكل غيالي فهي مزقت هدومها من الحرب عشان توقفه طبعا ما عرفت توقفه فالصورة دي بقت مشهورة بردو المصور بردو يشتغل في الوكالة من الاسوسياتي البرس انما هو فيه اي فبردو هل المصور مع الحرب وما ضد الحرب؟ انا بردو في تأديري رغم ان السورة تجسد الفكرة ان الحرب باشا واضحاياها مع ابريال لا نقدرش ازعم ان ما نقدرش نقول ان المصور ده مع او ضد الحرب لكن المصور بعد ما لقت كزا صورة في المشهد ده خد الاطفال دي لأهرب مستشفى والتشخيص كان سيء جدا 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 والبنت تيه كان فوق حصل لها 17 عام هي كما انا قلت هي لسه عايشة نهارية او عندها طفلين والمصور باع عنده علاقة بالبنت ومصورها عبر كل السنين تيه فبرضو شباك تاني بيتفتح لنا لكن من غير سياق مقصوص ما نعرفش اولاها جزور وولاها التتبعات اللي بتيجي ورا سورة فعشان نفهم السورة لازم نتساءل السورة بتبين كأنها هي حقيقة لكن الحقيقة يتحط حوالي سياق وانا بقول يعني فكروا في صور شاب فلسطيني اوكي في الولايات المتحدة او اسرائيل لو الكورنال هيحط رواية حوالي سورة لشاب فلسطيني الاحتمال الاكبر الشاب الفلسطيني ده هيسموه ارهابي اوكي انما في الجرامير العربية ممكن يسموه فدائي هي نفس السورة لكن الروايات بتختلف والروايات دي مهمة جدا للسورة الصحفية فدائي دي تفكير في الصحافة المصور عايز يبقى ورائد المصور عايز يصور السورة الدرامير اللي هي دائما ملفتة للنظر وهما في سباء مع بعض المصورين والوكالات العباء كمان في سباء مع بعض عشان ينزلوا السورة مطلس نصلي المصور هو المسؤول عن مطلقة الكابشن لا خالص شكرا المصور هو مجرد شخص واحد هو بصور السورة دي والصورة تنسف له لما تنزل في الجرنال أو في اي مكان لكن هي وكالة الانباء اللي بتحط العنوان السياق كل الحاجات دي المصور ممكن يدي يقولوا كانوا وكالفين وكده بس هي المحررين المحررين تقالباً كانوا في اتنام كانوا في حتة تانية في العالم زي كتير من صور مصر بتروح أصلاً كريتا قبل ما هي تنزل للجرنال العالمية يعني مراكز الريجون في كريت مراكز مراكز تحضر في الوثورة الأفضل اللي هي بتاعت الشخص اللي بيقتل تنمت تكلم عن فكرة انو لمعرفنا سياق بتاع انو الشخص دي كان بيقتل قبلها يعني ممكن تغير فكرتنا عن اللي حتة تنمت ممكن تغير المعنى الواضح القاتل اللي هو فيه حاجة باش هبتحصل بس أنا فاسبتوا انو ممكن تكون فيك مجمع سوائبك عم بل شخص زي بسر انو انت تكون ضد فكرة أصلاً او انو انو انت تصكر انو حتى لو كان قدل خلافة كان ممكن شخص ده وقتها يتصرف تصرف تاني او يغبرة سجنة هل ممكن يحكم شوية طبعاً طبعاً يعني ما عنديش قدنى شكل اللي يقصر في السورة دي باشر بس احنا بنستقبل الصور بشكل عام احنا بنستقبل الصور ونصدقها بدون ما احنا نسأل اكثر فيها وقصدي انو دائماً نسأل وما تصدقش الرواية دهية ابتكيلة من خلال الاعيام ده بشكل سريع جداً يعني رواية عن ايه هو التصوير الصحفي او التساؤلات اللي ممكن احنا عشان نبقى قراء ادق الى الوصول الصحفية نسألها عشان نفهمها دعوني اوريلكو نوع تانى من التصوير تصوير توثيقي الناس بتحطني في الخانة دي بتحط تصويري في الخانة دي انا اخترت ثلاث سمورة لمصورة واحدة هي مشهورة جداً 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 ده مشكلان هي مشهورة بدرجة ان التصوير الفوتوغرافي بعد تصويرها مبقاش نفس التصوير اللي هي غيرت عملت حاجة لعمل التصوير الفوتوغرافي ف محدش يقدر يعني يقول ان تاين اربس كانت مصورة عادية لا هي كرفة اتنانا هي لا تهتم في نشر صورها في الجرميل ولا المجلات لا تصورش عشان صورها تنزل في الاعلام خالص مش هدفها ما كانش هدفها ابداً صورة في جنينة مجهورة جداً انا كنت ابرعب في الجنينة وانا مراهق الجنينة دي في مدينة نيويورك هي عاشت نظر حياتها في نيويورك هي عاشت طول حياتها في نيويورك وصورت في نيويورك وضواهي نيويورك وخمسة وتسعين بالمئة من تصويرها بورتيهيت انا اخترت سبع صور اللي هي علاقة بالحرب حرب طفل يلعب اللعب اللعب ده بالنسبالي على الأقل مش واح فيه جدية شوية زيادة انا لما شكت صورتي اول مرة انا فهمت ان القنبلة اللي في ايده دي مش قنبلة حقيقية شكلها عين ومتشوه وانه يوحد وانه يعمل ده مداما الست والمسرة اللي في الخلفية كل الحاجات دي بتديني احساس مش مزبوط يعني عكس الصورة عكس انا بصور مزل تصور حدث طيب مزل تصور دي ليه ايه لغرض طول الوقت الناس بتسألين ايه معنى الصورة يا اما هم ايه معنى الصورة الصورة هي اللي بتنطع مش انا اللي حافصرها بس يعني اهم حاجات انا هي العنوان ده بتاعه ايه معنى الصورة في سنة 62 انا اقول لكم صورتين تنجين للدعيان هماركس مش ك لما انا انزل للشارع و اصور انا بالنسبالي التعامل مع الشخص او الشيء اللي انا بصوره هو ده اللي ممكن ينتج تطلع منه صورة متكاملة الشباب اللي ينزلوا للشوارع النهاردة ياخدوا الصورة دي كبداية تطلع بها تركب حاجات تانية معها مفيش مشكلة انا بالنسبالي اي اداء ينفع طالما فيه زكاة ورا الاداء اه فهو يعني اه لانه فنان انا عارف ان عنده دماغ او دماغ حادة لازم اعظم السوريين وفرتك فيها وتساءل ايه الغرض يعني عندنا يعني الرموز للشركتين عالميتين دخان اوكي؟ والبنت دي اللي هي العكس يعني ده بيأكلها اكل واجبات سريع جدا حتى ما ما فاهاش فايدة لزاهية وده بيحشق اه 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 ديزني وكأنهم هم بيولدوا وكأنهم هم بيطلعوها للعالم في الصورة لا نصورش عشان نطلع حاجة متكاملة زي جماغي انا لا نحن نصور عشان ناخد اجزاء من الصورة دي ونركبها مع صور تانية او نعمل حاجة تانية لصورة دي ونطلع لك فالصورة تبعى بداية مش نهاية والصورة دي ايضا نفس التفكير الصورة دي صورة حديثة جدا انا غطيتها وانا مش عايزة استفزة حد بس انا ما بحبش اغطي الصورة الفنان خلينا نقول برغم ان الصورة دي صورة فوتوغرافية بس انا هستخدم كلمة فنان من الوقتي هو من بولندا مشهور جدا 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 عامل الصورة دي مسميها نيبال الفين وثلاثة وهي واحدة من سلسلة اسمها ايجابيات انتو شفتوا الصورة الاصلية يعني ما ينفعش حد يشوف الصورة دي وما يفتكرش الصورة بتاعت نيك اوت الاصلية اللي تصورت في 72 هو عامل لعب فلما نتفرج عن الصورة دي ما ينفعش تتفرج عليها كأنها صورة صحفية أو صورة توسيقية لأنه هنا الفنان ممكن تقول عليه مخرج مسرحي أو مخرج سينماي هو دول ممثلين هم وكايبهم وكايبهم وهو اكيد كان عامل استطلاع يدوّع على مكان وكمان يدوّع على وهنا الوقت اللي حيصور الصورة دي السحاب دي بتفكرنا في الدخان اللي كان في الخلفية بتاعت الصورة الاصلية وهنا الراجل غير محتم على الإطلاق أوكي؟ بالحدث اللي بيحصل غير أنه هو يفكرك في الصورة الاصلية ويلعب بفكرة الزاكرة والصورة الفوتوغرافية وهو كان عامل سلسلة واخد صور أثرت فيه وهو شاب أو صغير صور مؤلمة جدا 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 وقالبهم لذاكرة إيجابية فأداء تصوير هنا مختلف تماما هي الصورة الفوتوغرافية هاي هي بس هو أداء وتفكيره غير تماما المصور التوثيقي أو المصور الصحفي فالصور الفوتوغرافية مش شبه بعضها أوكي؟ خالص دي مجرد آلة أي حد ممكن يستخدم الآلة دي بأي طريقة تنفع أنا مش ضد أنا مش مع أي نوع من الرقابة بس أنا ضد عمل رديء أنا أي حد يستخدم الكاميرا بأي طريقة تعمل عمل حلو أنا معها فده خلينا نقول دي ثلاث أنواع من التصوير تن نوع تن نوع اللي هو أكثر منتشر بالنوع التصوير التلفيقي يعني لسه إيه بيطلع دلولتي في نصر شكرا 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 شكرا